مساء الخير حبائي وعزائي كل عام وأنتم بخير خبر عاجل جدا إصابة مسيحيون بعد إطلاق النوران على كنيسة مري جرجس القبطية أصيب مسيحيون بإطلاق نور على كنيسة القبطية في أم درمان فيما تبادل طرف النزاع في السودان الاتهامات بالمسؤولية عن هذا الاعتداء وفي بيان اتهم الجيش السوداني ميشية دعم السريع المتمردة بإطلاق الرصاص على المصلين المسيحيين في كنيسة المسالمة بأم درمان وتابع أن ذلك امتدادا لانتهاكتها المستمرة وانتهاكها لكافة القوانين الدولية والأعراف الراصخة في المقابل أفادت قوات الدعم السريع في بيان نشرته على موقع تويتر بأن جماعة إرهابية متطرفة تابعة لقوات الإنقلابية أطلقت النيران على كنيسة مار جيرجس بحي المسالمة بأم درمان ما تسبب في وقوع إصابات خطيرة وسط المصلين ونفت قوات الدعم السريع اتهامات الجيش مؤكدا أن قوتنا تضم بين صفوفها أعدادا مقدرا فيه من الطائفة المسيحية وتتابع الكنيسة القدطية بالسودان تطورات الأزمة وحزرت من أدباعها من التواجد في مناطق النزاع وكانت الكنيسة أوقفت كافة القداسات بالكنائس منذ بداية الحرب قبل عيد القيامة المجيد كل الشكر وكل الحب وكل التقدير لأحبقنا وأعزقنا مع تمنياتي للشفاء العاجل لكل المصابين بكنيسة مار جيرجس الله المستعان الله الموفق لكم مني كل الشكر والتقدير والإحترام ونتمنى الخير لمصرنا الحبيبة مصر أم الدنيا مصر التي نعيش بها في حب المواطنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالصلاوات غبط قداسة البابة ودروس الثاني بابة بطريق القرارة المنقصية ولا تنسوا الشرق في قناة الملك والأمين مع شكري واعتزازي وسلام الرب كنا معكم آمين